اشتركوا في القناة ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا برنامجكم مشارق الأنوار لقاء اليوم يحمل عنوان ابن عبد ربه قل ما يكون وحد عرف شيئا من أدب العربي إلا وقد اطلع على كتاب العقد الفريد العقد الفريد كتاب موسوعي ذو أخبار متكاثرة وأشعار متناثرة وقصص متظافرة هو لابن عبد ربه أحمد ابن محمد وكنيته أبو عمر ولد في قرطبة رحمه الله تعالى رحمة واسعة هذا الكتاب أضحى منارا لكل من أراد أن يقرأ أو يطلع على كثير من أخبار العرب في سالف أيامها وسابق دهرها كتاب العقد الفريد ضم منثورا من المعارف متنوعة مع أن صاحبه من أهل المغرب إلا أنه ضمنه أخبارا كثيرة من أهل المشرق ولذلك قالوا إن هذا الكتاب لما عرض على الصاحب ابن عباد وقرأه قال كلمته الشهيرة لا حاجة لنا به هذه بضاعتنا ردت إلينا هذه الكلمة أو الوصف الذي قاله الصاحب ابن عباد في حق كتاب العقد الفريد لأنه رأى أن الكتاب تضمن أخبارا كثيرة من أهل المشرق وقد ظن الصاحب ابن عباد أن صاحبه سيذكر فيه أخبار المغاربة بكثرة وافرة مع أنه كتب شيئا من هذا فيه لكنه قليل فلما رأى أن هذه الأخبار التي ساقها كتاب العقد الفريد هو نفسه أحد من شهدها واطلع عليها قال كلمته الشهيرة لا حاجة لنا به هذه بضاعتنا ردت إلينا وهذه العبارة من الصاحب ابن عباد تدل على علو كعبه في تحرير الكلم وفي الرد البليق للقول الموجز الزاخر بالمعاني ولا ريب في ذلك فإن كثيرا من المؤرخين وأصحاب التراجم وصفوا الصاحب ابن عباد بشيء كثير من هذا الآن نعود لكتاب العقد الفريد كتاب العقد الفريد يحاكي كتبا مثله مثل كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة والأمالي لأبي علي القالي والبيان والتبيين للجاحل إلا أن بعض النقاد يقول إن شخصية أبي عمر ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد ظاهرة بين أكثر من ظهور شخصية الجاحل في البيان والتبيين وأكثر من شخصية ابن قتيبة في عيون الأخبار وأكثر من شخصية أبي علي القالي في كتابه الأمالي وهذا إن صح هذا النقد فهذا يدل على علو كعب أبي عمر ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد والحق أن كتاب العقد الفريد يوريث قارئه شيئا كبيرا من الثقافة ويطلعه على أخبار الناس وأحوالهم ولم يجعله مقيدا بشيء ترى فيه الاستطراد في نقل الأخبار سنقف الآن في هذا اللقاء المبارك مع بعض ما ورد من أخبار منثورة في كتاب العقد الفريد ذكر فيه أن أبا العيناء قال قلت لأحمد بن أبي دهاد أحمد بن أبي دهاد أحد الوزراء الكبار للمأمون وهو الذي تبنى أو تقلد كبرا إذاء الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهما رغم علو شرفه يعني أحمد بن أبي دهاد كان ذا فضل واسع وكرم شاسع إلى غير ذلك من مناقبه لكن قد يجتمع في الرجل السيئة والحسنة في آل واحد يقول أبا العيناء قلت لأحمد بن أبي دهاد يخبره عن ما أصابه قال إن قوما تظافروا علي قال يد الله فوق أيديهم قال قلت له إنهم كثير وأنا واحد قال كم من فيات قليلة غلبت فيات كثيرة قلت إن للقوم مكرى قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ذهب أبا العيناء إلى رجل يقال له أحمد الكاتب وأخبره بالخبر ذلك الرجل يحمل في قلبي شيئا من الغل على أحمد بن أبي دهاد قال ما يظن ابن أبي دهاد إلا أن القرآن أنزل عليه وهذه مقولة حاسد أراد أحمد بن أبي دهاد أن يجيب أبا العيناء إجابة قرآنية لأن الله يقول فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون أنت تقول لي أن قوما تظاهر عليك تظافروا أي جواب أبلغ من أن يقال يد الله فوق أيديهم إذا كان الله معك لن يضرك هؤلاء فلما أخبره أبو العيناء بكثرتهم سشهد عليه تشهد له بقول الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ليس بالضرورة أن تغلب الكثرة ثم لما قال له إن للقوم مكرى ذكره بقول الله عز وجل ولا يحق المكر السيء إلا بأهله فنحن نرى وأن كذلك تعلم أن إجابة أحمد بن أبي دهاد كانت بريغة في رده على أبي العيناء وتطيب خاطره وكذلك الإجابة بالقرآن تطمئن صاحبها ذكروا أو ذكر صاحب العقد الفريدي في منثورات عقده أن هارون الرشيد سأل معنى ابن زايدة معنى ابن زايدة أمير عاصر الدولتين العباسية والأموية من قبل وهو الذي قيل فيه كأن الموت يوم أصاب معنا من الأحياء أكرمهم فعالا وكان الناس كلهم لمعن إلى أن زار حفرته عيالا مضى من كان يحمل كل ثقل ويسبق فيض نائله السؤال معنى يلتقي بخليفة ذي سؤدد كبير وهو هارون الرشيد الخليفة العباسي الخامس فقال هارون لمعنى كيف زمانك يا معنى فانظر كيف أجاب معنى هارون قال يا أمير المؤمنين أنت الزمان إن صلحت صلح الزمان وإن فسدت فسد الزمان يقصد إن أسأت إلي فلا خير في زماني وإن كانت العلاقة معك قائمة على سوقها فإن الزمان بالنسبة لي قد صلح وهذا حق فإن السلطان إذا رضي عن أحد بقدر الله فقد لم تنغص حياة ذلك العبد وهذا مشاهد في الدنيا أمر لا يرده إلا شخص قد كابر بعض الشيء فكان جواب معنى لهارون جوابا موفقا وفيه كذلك تطيب لخاطر أمير المؤمنين لأن الملوك يأنفون ممن يذمهم هذا شيء بدهي فأجابه بقوله أنت الزمان إن صلح تصلح الزمان وإن فست فسد الزمان كذلك من المنثورات التي ذكرها صاحب العقد الفريد مسألة السر وهي قضية كثير ما يتعرض لها الأدباء والمؤرخون لكنه ذكرها في كتاب السلطان وحاجة السلطان إلى أن يكتم سره وذكر أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج بن يوسف بيتين هما ليست لعبد الملك إنما هما لغيره لكن عبد الملك استشهد بهما قال فيهما وَلَا تُفْشِ سِرَّكَ إِلَّا إِلَيْكَ فَإِنَّ لِكُلِّ نَصِيحًا نَصِيحًا فَإِنِّي رَأَيْتُ غُوَاتَ الرِّجَالِ لَا يَتْرُكُونَ أَدِيمًا صحيحًا هنا استشهد كذلك بقول عمر بن العاص في الباب نفسه أنه قال ما لمت أحدا أو دأته سرا لماذا أفشاه لأنه قد كنت أنا أحق بالنؤم منه اضضاق صدري بسري فعندما يضيق صدرك بسرك فتمنح سرك غيرك فلا تلم غيرك إن أفشى سرك إلى غيره ولا تفشي سرك إلا إليك فإن لكل نصيح نصيحة فإني رأيت غوات الرجال لا يتركون أديما صحيحة ومعاوية رضي الله عنه أرضاه قال إنما مما غلبت به علي بن أبي طالب يقصد في الحروب أنني كنت رجلا أكتم سري ولم يكن علي كذلك في ظني معاوية رضي الله عن الجميع والمقصود قضية كتمان السر حتى قالوا سرك دمك سرك دمك فانظر أين تريقه سرك دمك فانظر أين تريقه وهذا القول يجعل المرأة ما استطاع يحتفظ بسره وقد كانت العرب تقول كل علم ليس في القرطة صدع وكل سر جاوز الاثنين شاع وحق كل سر جاوز الاثنين شاع والإنسان يحتاج ما أمكن إلى أن يكتم سره حتى إنه ذكر صاحب العقد الفريد في كتابه هذا عن عمر بن أبي ربيع ورغم أن عمر بن أبي ربيع اشتهر بغزله بشيء من تعلقه بالنساء كثير وأنا أتوخى الألفاظ حتى لا أتهم مؤمنا بما ليس فيه ومع ذلك لما ذكر بيتيني في أن صاحبته قالت له إنه لا رقيب علينا اليوم من الأهل فحدثني بسرك فأجابه أجابها في آخر البيتين فإن سري لا يحمله مثلي فإن أحدا لا يحمل سري مثلي وهذا الجواب منه من عمر بن أبيع لصاحبته في المنتهى في قضية كتمان السر فإن الإنسان جبلة إذا انفرد بمحبوبه إلى من يأنس إليهم أنه لا يشعر إلا وهو يفضي بالسر إليهم فهذا رجل عرف بالغزل بالتعلق بالنساء ثم يفضي به الأمر إلى محبوبته وهو يريد أن يتقرب إليها ما استطاع ويتخبره أن لا رقيب بيننا فهات ما عندك من أسرار حدثني بحديث نقضي به ليلنا نمتع به وقتنا ومع ذلك أخبرها أنه محال أن يطرئها على سره ممكن أن يحدثك حديثا حديثا يتعلق بالنساء لكن أن أخبرك بسره أن يطلعك على شيء من غيبي أن يظهر لك بعض ما أختزنه هذا محال وهذه رباطة جأش من عمر بن أبي ربيعة أي أن رغم تعلقه بالنساء وميله إليهن إلا أنه بقي كاتما لسره محتفظا بكلمه وهذا قليل قليل جدا في الرجال ومن لك بمثل هذا الرجل الذي يحفظ لك سرك والمقصود من هذا كله أنه ذكره في قضية السلطان حتى إنه ذكر أن أحد ملوك العجم أتى بوزيرين خاصين له وأراد أن يخبرهما بسر فقال أحدهما لا تفعل أيها الملك أطلع كل واحد مننا على السر لوحده وذكره المنافع والفوائد العائدة على هذا وهذا حق وحتى سياسة الناس سياسة من حولك تحتاج إلى شيء من كتمان السر ولا يحسن أن يطرعوا على الأمر في آن واحد هذا ما ذكره صاحب العقد الفريد عما يتعلق بالأسرار كذلك قلت إن هذا الكتاب مليء بالمنثورات فذكر مما ذكر مسألة القبل فقال إن قبلة الإمام تكون على اليد أنا هنا الآن ناقل قبلة الإمام تكون على اليد يعني إذا ردت أن تقبل السلطان قبله على يده وإذا أردت أن تقبل أباك قبله على رأسه وإذا أردت أن تقبل أخاك قبله على خده وإذا أردت أن تقبل أختك قبلها على صدرها وإذا أردت أن تقبل الزوجة قبلها على فمها فهو ذكر أنواع القبل عند العرب ذكر أنواع القبل عند العرب كيف تكون وصردها كما بينا فأما القبلة على اليد فقد كان بعض أهل العلم يراها حسنة ولا بأس فيها ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان وجوه بني هاشم يقبلون يده ولا يردهم وقيل عن هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي أنه كان يأنف منها فثمت في ثقافتنا الإسلامية العربية طريقا منهم من يقبلها ومنهم من يردها أي قبلة على اليد وأما القبلة على الرأس فليس فيها غضاضة كالقبلة على اليد عند الأكثرين وصاحب العقد الفريدي يرى أن القبلة على الرأس يستحقها الوالد تكون بمثابة إكرام للأب يقبل رأسه وأما القبلة على الخد ولعله يقصد معانقة الخد إلى الخد كما يفعل الناس اليوم هذه قبلة الصديق قبلة الأخ لا حرج فيها في ظن صاحب الكتاب وأما القبلة على الأخت فقد نقل أنهم كانوا يصنعونها على الصدر ولا أدري الكيفية التي كانوا يصنعونها ربما أراد على الكتف يمكن أن يقع هذا أو بين الكتف والصدر يحتمل هذا وأما قبلة الزوج لزوجته فهذه لا نزاع فيها وهذا أمر لا يحسن الحديث عنه بتفصيله المقصود أن الكتاب زاخر بكثير من الأداب والمعارف مما ذكره كذلك مسألة الإذن الإذن الناس يحتاجون في الدخول إلى الإذن وقد مر معنا كثيرا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج استأذن جبريل قبل أن تفتح لهما أبواب السماء وفي القرآن آيات كثيرة تدعو إلى التعدب في الدخول ولهذا ذكروا أن الله عز وجل لما قال وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا قالوا أن الملائكة استأذن على الصالحين من العباد في جنات النعيم وأن هذا هو النعيم الكبير والملك العظيم الذي أتاه الله جل وعلا عباده الصالحين ذكر صاحب العقد الفريد ابن عبد ربه ذكر حوارا دار ما بين زياد ابن أبي ورجل رجلا يقال له عجلان كان حاجبا لزياد بمعنى أنه هذا أشبه بمن ينظم الدخول على زياد ابن أبي وهو أمير يوم ذاك فقال له يا عجلان لمن تأذن كيف تأذن للناس قال أذن أولا للبيوتات ثم للأسنان ثم للأداب فقال زياد فمن توخر فقال عجلان واخر من لا يعبأ الله بهم قال ومنهم قال الذين يلبسون كسوة الشتاء في الصيف ويلبسون كسوة الصيف في الشتاء هذا جواب الحاجب الآن نأتي للجواب زياد عرف بإصرافه في الدماء هو صاحب خطبة البتراء زياد ابن أبيه ويقال له زياد بن أبي سفيان وعجلان حاجبه فهو يسأله كيف تأذن أنا في قصري والناس يدخلون علي ما الطريقة ما السبيل في دخولهم علي قال أذن للبيوتات العرب بيوت فمن رأيت أفضلهم بيتا أدخلته بن هاشم بن أمية بن مخزوم بن جمح هذه بيوت في العرب فهو يدخلهم بحسب معرفته ببيوت العرب إذن هنا جعل المعيار النسب العرق قال ثم قال ثم بعد أن ذكر البيوتات قال الأسنان يعني إن جهلت ببيوتاتهم ليس كل الناس يعرف ببيوتاتهم فانا بالسن الأكبر فالأكبر الأكبر فالأصغر هكذا ونريب أن السن مقدم وفي الحديث كبر كبر فإلى الآن عجلان هذا متوخن شيئا من الحق قال ثم قال للأداب من رأيته يعرف لغة العرب كلام العرب يحسن الكلام مع الأمير يتأدب في خطابه أذنت له قبل غيره فكأن زيادا ارتاب في شيء ما قال فمن تؤخر ازدحم عليك من تؤخر قال من لا يعبأ الله بهم هنا تعجب زيادا من جوابي عجلان قال من ذا هؤلاء الذين لا يعبأ الله بهم في نظرك قال من لا يعبأ الله بهم الذين يلبسون كسوة الشتاء في الصيف ويلبسون كسوة الصيف في الشتاء أي حتى ما يرتدون ولا يحسنون كيف يلبسون ثيابا فكيف يحسنون بالدخول على الأمير وهذا النظر منه قد يقبل في قضية أنه لا يؤذن لهم على الدخول على الأمير الذي أوكل إليك بابه لكن من الصعب أن تقول لا يعبأ الله بهم هذه كلمة لا تليقوا أن تقال على مؤمن لأن هذه نوع من الشهادة الله عز وجل لا يعلم أحد من أقرب عباده إليه فاحتقار الناس إلى هذا الحد أمر لا ينبغي لعاقل أن يتقلده أنت تتكلم في الدنيا أنت حاجب أمير من الأمراء كن على ما أنت عليه كن في العلاقة ما بين الأمير وما بين رأيته وبين من يطلب الإذن والدخول عليه لكن علاقة هؤلاء العباد بربهم لا تترق إليها فإنك لا تدري وفي الحديث رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره فأنت أيها الحاجب تقول هذا أوخر هذا أدفعه هذا مقامه في الدنيا لكن الله عز وجل يقول في كتابه العظيم لما ذكر هذا بيّن أن هذا الأمر لا علاقة له بالآخرة في سورة الفجر يقول ربنا إن ربك لب المرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهالا قال الله كلا ليس الأمر كذلك فليس حال الدنيا مبينا للحال في الآخرة وفقنا الله أياكم لما يحب ويرضى البسنا الله وإياكم لباسه العافية والتقوى وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر